أهلا بكم حرر مخيم حندرات وعاد بعد معارك عنيفة إلى سلطة الدولة السورية المخيم الواقع شمال مدينة حلب والذي اكتسب شهرة اعلامية بعدما شهد جريمة ذبح الطفل الفلسطيني على يد عناصر من حركة نور الدين الزنكي له أهمية عسكرية استراتيجية وتأثير كبير في مسار المعارك في مدينة حلب لا يمكن فصل تحرير مخيم حندرات عن مجمل العملية العسكرية التي اعلنها الجيش السوري وحلفائه لتحرير أحياء حلب الشرقية فتحرير المخيم من الإرهابيين وضع الجيش وحلفائه على مشارف الأحياء الشرقية لحلب من الجهة الشمالية تمركز الجيش السوري وحلفائه في مخيم حندرات أمنى له إشرافا ناريا على منطقة الشقيف الصناعية والمحاذية لمنطقة سيطرة الكرد في الشيخ مقصود ما يضع المسلحين في تلك المنطقة في وضع شبه حصار حيث لم يعد لهم منفذ سوى الانكفاء أكثر فأكثر باتجاه الأحياء الشرقية هي استراتيجية قدم المناطق تدريجيا الاستراتيجية الأكثر نجاعة في حالة حلب فتحرير مخيم حندرات يؤكد اتباع الجيش وحلفائه تلك الاستراتيجية للضغط على المسلحين فإلى جانب منطقة الشقيف وإلى الشرق منها أضحت منطقة لعواجة أيضا تحت النيران المباشرة للجيش وحلفائه تقدم الجيش السوري في مخيم حندرات إلى جانب النشاط العسكري الملحوظ من قصف واستهداف لمواقع المسلحين في أحياء حلباء الشرقية في الأيام الماضية والخسائر التي تكبدها المسلحون في العتادي والأرواح ينظر بتوجهات جدية لدى الجيش لإكمال خطط قدمه للمناطق الشرقية من دون حصر ذلك في جهة الريف الشمالي ذلك أن جبهات الأرياف الأخرى المحيطة بالمنطقة الشرقية من الريف الشرقي إلى الريف الجنوبي تعد خيارا متاحا أمام الجيش وحلفائه من دون إغفال إمكانية اتخاذ القرار بالتحرك لتغيير خطوط التماسي داخل المدينة شكرا